أهلا بكم إلى التفاصيل من جديد أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتلى خمسة عناصر من حزب العمال الكردستاني خلال قصف عبر طائرة مسيرة في إقليم كردستان وذكرت الوزارة في بيان أن القصف يأتي في إطار عمليتي مخلب البرق والساعقة الجارية شمالي العراق في منطقتين متين وأفاشين شمالي دهوك ولتان انطلقتها يوم الثالث والعشرين من نيسان الجاري لمطاردة عناصر البككة اشتركوا في القناة